اشتركوا في القناة فهل هي نهاية حقبة برشلونة النادي والكيانة الذي امتع وابدع على مر الزمان بفنون التيكي تاكا ام ان التغيير المرتقب في ادارة النادي قد يعيد التواهج لقلعة البلوغرانة في نفس الوقت سيودع عشاق البارسا نهاية الموسم الاسطورة ميسي فما الاثر الذي سيتركه رحيل النجم الارجنتيني والذي يستعد للرحيل وما هي ايضا وجهته ام باريس ام لندن هذه الاسئلة وغيرها سنحاول الاجابة عليها مع ضيفة تحرير الاعلام مخالد ياسين والذي ينضم الينا عبر الاقمار الاستناعية من مدينة طنجة خالد اهلا بك من جديد على شاشة ميديان تيفي مساء الخير نوفل مساء الخير استاذ المشاهدين نستعيد بالوقيعكم مرة اخرى اهلا ومرحبا بك اذا برشلونة كما يعلم الجميع وانت سيد العارفين كما يقال بما انك ادرت السوديو الليغة الاسبانية على مدى السنوات هناك في شبكة بينسبور كان يبحث عن الثقة المفقودة ربما منذ شهور خلت وهذه الثقة كانت ستستحضر في كأس السوبر الاسباني ولكن لم يتحقق الانتصار الاول لكومان ارض اشبيليا مرة اخرى تستعصي على رفاق ميسي وتؤزم الوضعية بداية لنقرأ الاحداث مؤخرا كيف تنظر ان تلي اداء برشلونة على المستوى الفني في هذا النهائي الذي شهد بالمناسبة طرد ليونيل ميسي في حالة نادرة طبع هذا النهائي كأس السوبر كان نعكاس لما شهدناه عند نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم اي ان الصورة التي قدمها برشلونة ليست الصورة المبيرة التي تعودنا ان نشاهده عليها في الاحداث الكبرى اي انه ينطفد لكبريائها اليوم هذه الكبرياء مفقود في برشلونة وسبب ذلك ان ليس هناك تصور كروي ممكن اليوم ان نتحدث عنه وان نقول بان برشلونة يمكن ان ينتج شيئا ما خاصة وان ميسي ليس في افضل حالة ميسي بعد ما عاشه في الصيف والصعوبة التي كانت في ان يعود الى النادي بعد ان قرر الذهاب ثم تراجع عن القرار ذهنه مشتت ليس هو بجسده مع الفريق على ارضية ميدان ولكن بفكره وبذهنه ويفكر في شيء اخر برشلونة بعيد عن المستويات هناك اسباب كثيرة جذرها ممتدة منذ 2013 والحديث عن تجديد الدماء برشلونة كان دائما بمتابة مسكنات نحاول ان نعالج من خلالها مريض مصاب بالسرطان اي ان برشلونة لمحت عن العمق وحينما استفق ميسي وطالب بالمشروع الرياضي مقابل تجديد عقده مع برشلونة اتضح انذاك بان فعلا برشلونة طوال هذه السنوات الاخيرة لم يكن فقط سواء ينهج السياسة التي نعرفها في العالم العربي وهي سياسة ترقيعية لا تخدم مشروع برشلونة الكروي نعم اذا انت تحمل المسئولية ربما بشق اكبر للادارة التي لم تلبي رغبات ربما الاسطورة اليوني الميسي وايضا تقوم بتعاقدات في مستوى نادي برشلونة ولكن بالنسبة للاداء الفني دائما ما تكون مسئوليات ربما ملقاة على اللاعبين داخل ارضية الميدان اتحدث او حتى على الجهاز الفني كيف تنظر لمسئولية الهولندي كومان من خلال نهاي السوبر كوب او حتى الاداء الذي قدمه برشلونة منذ قدوم هذا المدرب الهولندي ليتولى الجهاز الفني للنادي الاتحال في مباراة السوبر لم يكن بالامكان افضل مما كان ولكن مسئولية كومان وقعت منذ اليوم الاول حينما حل في برشلونة وقرر الاستغناء عن لوي سوارس وحينما تقول الاستغناء عن لوي سوارس تقول انك تقص جناحي ليونيل ميسي نعم ان ميسي في نهاية المطاف توأم روحه هو لوي سوارس يتفهمان صديقان يتجلبان اطراف الحديث حتى في اخر الاخبار قيل بان لا يمر يوم الا وان يتخاطب مع لوي سوارس ويتخاطب عن نايمار اي ان هذا الثلاثي كان في وقت من الاوقان الحديث على ان عودت نايمار الى برشلونة كومان استغناء عن اللاعبين المهمين في وسط الميلان عن ارتورو فيضال وارتورو سجل هدف اول لفائدة الانتر في مرم اليوفي وفاز بهدفين مقابل لا شيء استغناء عن راكيتيتش استغناء عن ساميدو اي ان القوة الضاربة التي كان يفضلها ميسي الى جانبه غابت من اليوم الاول كأنه اعلن الحرب على هؤلاء النجوم ومن ثم كان صعب جدا ان تقنع ميسي بان يلعب في اطار منظومة اصبحت غريبة عنه هو الذي تعود ان يكون عن يمينه مثلا راكيتيتش عن شماله ارتورو فيضال في العمقنا لوي سوارس كل هؤلاء لم يعودوا في برشلونة نعم لماذا تختزل المشكلة خالد في ميسي خالد لماذا يتم اختزال كيان كنادي برشلونة الذي مر عليه نجوم كبار رونالدينيو رونالدو حدث ولا حرج واليوم يتم الحديث عن برشلونة وكأن برشلونة يدور في فلك ليونال ميسي فقط وبأن ليست هناك منظومة ليست هناك قاعدة نحن نتحدث عن نادي لديه مدرسة في كرة القدم يتعلق الأمر بلماسية أنجبت عدد كبير جدا من النجوم منهم ليونال ميسي أن يستوى آخرون وبالتالي لا يمكن الحديث فقط على أن ما يطلبه ميسي هو طريق النجاح والتألق بالنسبة لنادي برشلونة لماذا لا نقول مثلا المسؤولين عن التعاقدات داخل برشلونة أخطأوا الوجه نوعا ما والتعاقدات التي كانت بملايين اليوروات لم تؤتي أكلها حتى نجوم من طراز كوتينيو الذي جاء للبارسة لم يعطي الكثير ولكن حين ذهب لنادي باير ميوناخ لمع وتألق وحصد لقد دوري الأبطال مع النادي البافاري أنا متفق معك و لكن ميسي في العشر سنوات الأخيرة كان هو العقل المدبر في برشلونة وأن أي مشروع كان يبنى إلا يبنى حول اليونال ميسي مدام اليونال ميسي قادر على العطاء قادر على التواهش قادر على إخفاء العيوب هو كان يمثل الشجرة التي كانت تقفي الغابة حينما نزل مستوى ميسي أو بدأت المشاكل تظهر من خلال ما ظهر من تورط الإدارة السابقة في تأليم الرأي العام ضد اللاعبين وجشوية السمعة بدأ المشروع ينهار بالتدريج مرة بمرة في نهاية المتفقنا متفق معك بأن التعاقدات كانت فاشرة وأنه كنا نتساءل هل كان هناك سماصر يستفيدون من اسم برشلونة من كان يأتي لبرشلونة لم يكن بالمستوى الذي شاهدناه في الماضي متنتويري أو إيتو أو رونالدينو أو حتى دهاب كل من شافي وإن يستمن أبناء مدرسة الماسية أثر كثيرا على فريق برشلونة برشلونة بدأت أن يكون فريقا منتجا للنجوم من خلال المدرسة أصبح فريقا يبحث عن النجوم الجاهزين شاهدنا كوتينيو وأنت تفضلت بالحديث عن ذلك وجه آخر وحينما عاد لبرشلونة انطفقت شعلته أيضا حينما يتحدث عن دنبلي والبقاء دنبلي في برشلونة رغم الحياة الميثالية غير اليومية التي يعرفها الجميع عن دنبلي تم الإبقاء عن اللاعبين لم يفيدوا برشلونة وتم دفع الآخرين نحو بوابة المغادرة أعتقد برأيي أن ليس سرا أن نتحدث اليوم أن هناك تابعية لميسي في نادي برشلونة واليوم حينما طالب ميسي بالمشروع الكروي يعرف أنه يحتاج إلى أسلحة حوله حتى يبقى متوهجا وحتى يصل إلى الأهداف ميسي لن يقبل عن نفسه أن يظل منذ 2015 خارج تتويج أوروبي بدور الأبطال نعم خالد يعني إذا تحدثت قبل قليل عن التعاقدات ولكن أيضا برشلونة كان في مرحلة جوارديول على سبيل المثال مرحلة السوداسية التاريخية والألقاب التي تلتها على مستوى الإسباني أو القارة الأوروبية كان هناك توازن ما بين خرجي مدرسة لماسية وما بين النجوم الكبار الذين يعني يلجون إلى نادي برشلونة وفقا لمعايير وتصنيفات كما قلت سواء تحكم فيها برشلونة أو الإدارة الفنية للنادي أو حتى المسؤولين عن التعاقدات ولكن على الأقل كان هناك توازن كنا نشاهد ألكنتارا كنا نشاهد سيرجي روبيرتو كنا نشاهد رافينيا كنا نشاهد أسماء تخرج من اللامسية وأيضا يتم تعزيز بأسماء أخرى اليوم أين اختفت هذه المدرسة التي كان الكل يتغنى بها ويقول بأنها هي التي تؤكد وتجسد مقولة أكثر من نادي في برشلونة هو الحقيقة حينما غادر جواردولا برشلونة كان يشعر أنه لن يستطيع أن يقدم شيئا أكثر مما قده حتى تلك اللحظة الموسم الأخير لجواردولا كان موسم تتويجر يرمدين بالدوري وأيضا بالكأس وكان مع مورينو في نهاية المطاف حينما ذهب جواردولا كان يؤمن إيمانا شديدا بأن هناك منحة آخر سيأخذه مصار برشلونة صحيح أن بعدها مباشرة مع الراحل تيتو فيرانوفا وصل برشلونة إلى 100 نقطة وعادر بذلك رقم رير مادين في الموسم الذي قبله مع مورينو ووصل إلى أرقام مهمة جدا جاء لويس أنريكا واعتقدنا بأن برشلونة سينتعش ولكن الخلاف الذي كان بينه وبين ميسي في المباراة الشهيرة في الأنويتا أمام سوسيداد حينما أجلسوا على داكة بودلاء تغير منحة برشلونة وأصبح ميسي هو الآمر الناهي في نادي برشلونة أعتقدنا الخطأ الكبير الذي ارتكب برشلونة هو التخلي عن المدرب فالفيردي الذي قدم موسما رائعا وبدأ بشكل جيد وترك برشلونة في الصدرة وفجأة شاهدنا شاهدنا انهيارتام مع كيكي سيتيان شاهدنا منظومة مفككة شاهدنا عدم احترام للمدرب ولمكان مدرب ومساعد المدرب علما بأن عادة حتى وإن كان المدرب ليس بمستوى اللاعبين يتم الإنصات إليه لأنه هو صاحب القرار الفني في نهاية المطاف تعاقد مع كومان الاستماع والإنصياع لقرارات كومان بالتخلي عن النجوم الوازنين أنا في رأيه تكالبت الظروف على برشلونة اختيارات سيئة تعاقدات سيئة مدربين لم يكنوا على المستوى إدارة كانت فاشلة إننا ننسى بأن بارتوميو جاء بعد أن تم إبعاد روسيل واتهامه ودخوله السجن لذلك كان على برشلونة أن يجد رئيس ونائب الرئيس آنذاك كان هو بارتوميو أي أنه قام بتدبير المرحى ولكن كان تدبير سيئ للغاية اليوم نتحدث عن انتخابات قادمة سنعود للانتخابات المرتقبة في سابع لن يخدم مصالح برشلونة نعم سنعود للانتخابات المقبلة في السابع من مارس ولكن قبل ذلك بما أنك تحدثت عن بيب غوارديولا والحقبة التاريخية التي بصمت فيها برشلونة الكرة العالمية والأوروبية ويعني صالت وجالت في الملاعب وتمكنت من حصد الأخضر واليابس إن صح التعبير هل يمكن القول اليوم بأن برشلونة دفع ثمن طريقة لعبه التيكي تاكا والتي ربما انتهت برحيل غوارديولا وأيضا أفول نجم عدد من النجوم جيل ربما في وسط الميدان نيستاكزافي تراجع لبوسكتس وعدد من الرفاق الذين كانوا يعني يتم بناء عليهم أسلوب لعب نادي برشلونة فقط بوسكتس عنصر ربما لا يلمع ولا يعتبر من النجوم للصف الأول في برشلونة ولكن ديل بوسكي في يوم من الأيام وهذه على لسان يعني أحد نجوم نادي برشلونة لن نذكر اسمه لأنها كانت يعني في إطار خاص قال بأن ديل بوسكي يضع اسم بوسكتس ثم يملأ الخانة في المنتخب الإسباني الذي يتوج معه في مونديال جنوب أفريقيا وبالتالي نتحدث عن لعب من الصف الثاني ربما في برشلونة ولكن نجم في منتخب لاروخة اليوم أفل نجم هؤلاء رحل جزء كبير منهم وبالتالي أسلوب برشلونة جعله يدفع الثمن باهضا نوعا ما لأنه أراد أن يستمر به نعم طبع يجب أن يفهم من يتابع كرة القدم أن عالم الساحرة المستديرة الساحرة أو الساحرة المستديرة كما تسميه أنت في حقب وفي الماضي كنا شاهدنا مدارس وحقب وأساليب وأنماط لعب أسلوب التيكي تاكا كان يحتاج إلى لعبين لديهم خصائص معينة توفرت لبرشلونة مع رايكا في البداية قبل جورديولة ثم استمر جورديولة على هذا الناج وحقق السلاسية بالكرة المبيرة وكان سلاح برشلونة ليس في التمرير القصير والاستحواذ على الكرة كان قوة برشلونة أداك في سرعة استرداد الكرة والتي كانت حددها جورديولة في ستة واني كان يأمر اللاعبي بأن حينما تضيع الكرة يجب أن تعود إلى معسكر برشلونة في ضرف ستة واني لا يتعدى هذا الضرف الزمني هذه الكرة كانت تحتاج إلى عناصر قوة إلى تشابي إلى إنيستا إلى فابريغاس إلى ماركس ننسى اللاعب المهم الفد الذي حينما غادر أصبح الجميع يتحدث اليوم عن فراغ في عمق الدفاع وهو كارلوس بيول صحيح بمعما آخر أن حينما نتحدث عن الركائز في نادي برشلونة نتحدث عن لاعبين فراغ حتى في القيادة على التنفيذ اليوم أعتذر على المقاطعة لنبقى مع بيول حتى منذ مغادرة بيول شهدنا فراغ في القيادة يعني حتى في تشنج الأعصاب في الكلاسيكو مع ريا المدريد كنا نشاهد مثلاً واللاعة يأتي بيول ولقطات تاريخية يبعدها ويقول للعبين تأنوا مشاجرات في بنك البودلاء بين موريني وكوارديولا نشاهد بيول يتحرك غضب لميسي نشاهد بيول يعني يقوم بإطفاء التشنجات وأيضاً يعني الأعصاب التي تكون مجدودة اليوم وجد نفسه ميسي ربما وكأنه يعني يتحمل مسؤولية لم يأن أوانها بعد أتفق مع هذا الطرح بأنه أصبح القائد غياب للليدر داخل المجموعة نعم نعم رغم أن أنفه رغم أنه هو القائد الفني ولكن أن تطلب منه أن يكون هو القائد الفعلي على رقعة الميدان هذا أمر صعب هناك مجموعة من اللاعبين لديهم هذه الخصائص لديهم هذه المواصفات حينما نتحدث عن راموس نقول أنه رجل قيادي حينما غادر بويول وهناك كانت نقطة التحول كان من هو القائد الفعلي كان كان تشافي وحينما غادر تشافي من ظل يحاول أن يعيد التوازن وأن يكون هو الناطق الرسمي أو ممثل المدرب على رقعة الميدان هو ما شيرانو وليس ميسي صحيح وحينما غادر ما شيرانو لم نعود نشاهد لم نعود نشاهد لاعبين قادرين لديهم هذه الشخصية القيادية برشلونة يحتاج إلى رجل حينما يتحدث ينصت له الجميع غرفة تغيير ملابس برشلونة كانت قد طرحت أكثر من المشكل من هو القائد الفعلي فعلا هل الذي يحمل الشارة أم اللاعب الذي لديه الشخصية القوية يمكن أن يكون بمؤهلات أقل فنيا ولكن يمكن أن يحمس اللاعبين تابع معي حينما تكون المباريات وتكون صعوبة العودة في المباريات وأتكر على سبيل المثال مباراة روما 3 صفر مباراة لفيربول 4 صفر مباراة لبايرن 4 صفر ثم 3 صفر مباراة ليوفي 3 صفر ردت فعل برشلونة لا توجد عكس ما كان نشاهده في نادي ريير مديد والمباراة الشهيرة في بيرنابيو أمام ليوفي بعد أن تقدم 3 صفر في تورينو كانت تسجل أهداف وكانت كاميرا تركز عن رونادو وكان يقول باموس يعني هيا بنا فننهض فنبقى متماسكين حتى الرمق الأخير وتم استياد ركلة جهزاء هذه الاختلالات موجودة في نادي برشلونة ليس هناك رجل فد قاضر على أن يقود هذه السفيرة أعتقد لذلك ربما ميسي يطالب بالمشروع الكروي نعم يعني مطالبات ميسي الآن أصبحت من الماضي لأن الرجل يعني على أهبة الاستعداد للرحيل من نادي برشلونة ولكن يعني إضافة إلى ما تفضلت به خالد ربما بالفعل ميسي وجد نفسه يعني غريبا في دياره لأن تلك العناصر التي ألف أن يلعب معها ألف أن يكون لها شخصية نادي برشلونة وأنت تعلم بأن شخصية البطل تبنى على مدار سنوات وتكون نتاج لمشروع اختفت بمغادرة عدد من العناصر وكان هناك تقلبات على مستوى التعاقدات الخاصة على مستوى الأجهزة الفنية يعني المدراء الفنينيين الذين جاءوا لتسيير نادي برشلونة حدثت عن الراحل فيلانونوفا فالفيردي كيكي الآن كومان هناك تغييرات بدون مبررات ربما لإطفاء غضب الجماهير ولكن من يريد إطفاء غضب الجماهير هي إدارة برشلونة إدارة برشلونة الآن التهديدات المالية والنادي معرض للإفلاس بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وأيضا رواتب اللاعبين التي تكلف الكثير والكثير حديث عن خصومات بنسبة 30% وتأجيل الانتخابات والشخصيات التي تلوح في الأفق ربما ربما يقول كثر من العارفين بالشأن الإسباني بالشأن نادي برشلونة بأن إخوان لابورتا هو الأقرب لكي يتولى المسؤولية تتفق مع هذا الطرح؟ أنا ربما قد أتفق معه لكن تأخير الانتخابات إلى شهر مارس قد لا يخدم مصالح برشلونة وقد لا يخدم مصالح ليونيل ميسي أنت تعرف وانت سيد العارفين أنه ابتداء من الأول من يناير أصبح بإمكان ميسي أن يتفاوض مع أي نادي آخر يريد أن يتعاقد معه ولذلك كلما طالت مدة الانتظار انتظار الرئيس القادم والإدارة القادمة إلا وفتحت أبواب كبيرة وأصبحها مش التفاوض أكبر بالنسبة ليونيل ميسي وبالنسبة للأندية الحديث عن باريسان جرما عن السيتي ولكن برأيي لابورتا حينما سيأتي يجب أن يأتي بمجموعة أفكار هل سيملك المال في ظل الجائحة حتى يقوم بالتعاقدات هل يستطيع أن يقنع أكوارديو لقاد بأنه لن يعود لبرشلونة مهما كان تشافي لن يعود في ظل إدارة لابورتا ولكن سيعود في إطار إدارة المرشعة الآخر ولكن في نهاية المطاف الانتخابات لن تحل مشكلة برشلونة ستحل المشكلة إداريا ولكن ستبقى معلقة ماليا اللاعب لا يريدون أن يفرطون في أي يورو يريدون أن يبقون على رواتبهم وعلى الامتيازات التي كانت لديهم حتى على مستوى ليون الميسي يقولون ليون الميسي إذا وجد نادي قادر على أن يدفع راتبه وهو في حدود 40 مليون سيرحل أي من كان لا ميسي لا ينتظر تأشيرة من الإدارة خالد ومهما كانت شخصية نعم خالد يعني ميسي لا ينتظر تأشيرة من إدارة برشلونة لأنه سينتقل انتقال حر سينتقل ميسي انتقال حر وبما أنك وصلت إلى نعم تفضل بما أنك فتحت صفحة ليون الميسي قبل أن نتحدث عن وجهة ميسي من يتحمل عدم إكمال الأسطورة الأرجنتينية لمشواره الكروي في جنبات نادي برشلونة الإدارة بارتوميو بالتحديد هو من يتحمل لأنه كان هناك حرب تصريحات وكان هناك عدم ارتياح من ليون وأيضا كما تفضلت بعض الأسباب منذ مجيء كومان ثمانية تاريخية ثمانية أهداف لنادي بير ميونخ تلتها استغناءات عن عدد من الركائز منهم سواريز اللي هو بالمناسبة جار ميسي حتى في المنزل يعني يسكنان بالقرب من بعضهم البعض ولديهم علاقة وطيطة جدا وبالتالي كومان ربما بقراراته شتة شمل ليون الميسي وبالتالي كان هناك مؤثرة لكي يغادر حتى في الفترة السابقة لا ولا عدم تمكن أي نادي من دفع الشرط الجزاء الذي وصل إلى 700 مليون يورو اليوم من يتحمل مسؤولية مغادرة ميسي وإن كان هذا الشاب الأرجنتيني كان يريد أن يكمل مصاره الكروي داخل نادي برشلونة هناك ثلاث عوامل العامل الأول هو غياب نتاج إيجابية وهو كان الشرط الأول بالنسبة ليون الميسي ليستمر طالب بالمشروع الرياضي لا يريد فقط أن يرتفع راتبه أو أن يمدد عقده ويستفيد مالياً يريد الرجل يريد أن يحرز ألقاب يريد أن يصل إلى دوري الأبطال منذ 2015 ينفوز برشلونة بدوري الأبطال في ظل ذلك الغريم التقليدي فاز ثلاث مرات متتلية مع زين دينزيدان ثم بعد ذلك جالي فاربو ثم جاء البايان في الدورة الماضية الجانب الثاني هو أن ليون الميسي وكما صرح في اللقاء الأول الصحفي قال بأن بارتوميو أخلف وعده أي أنه لم يحترم التزامه معه بأنه يغادر في الصيف الماضي لأن كان على ليون الميسي أن يغادر في يونيو ونحن نعرف بظروف الجائحة امتدت الدوريات إلى شهر أغسطس إلى شهر غشت ولذلك كان من الصعب جدا أن يغادر ليون الميسي في شهر يونيو والفريق لازل ملتزم كل العالم لم يكن في وضع طبيعي واعتقاد الميسي واعتقد أنه بنية طيبة اعتقد أنها نهاية موسم مهما كان في شهر يونيو أو شهر يوليو أو شهر غشت أو سبتمبر سيغادر عند نهاية موسم ثم جاء كومان الذي دق المسمار الأخير في نعش هذه العلاقة المتوترة ما بين بارشارونا وبين ليون الميسي أنه بدل أن يكون منصطا له وأن يعطيه الأسلحة التي تمكنهم أن يستمر وأن يؤمن بالمشروع الكروي نعم سحب اللاعبين الذكرتهم وذكرناهم وأصبح ليون الميسي يتيما في عائلة كان هو بطلها هذا اليتيم يبحث عن حضن ربما في باريس أم في لندن بما أنه سيكون حر في الانتقال والآن آخر الأخبار تقول بأن ليوناردو المدير الفني لنادي باريس سانجرمان قال بأن من من لا يحب أن يرى ميسي بين صفوف فريقه وبالتالي كل التصريحات تؤكد على أن بالفعل النادي الباريسي يبحث عن تعاقد مع ميسي ولكن في الفترة التي سبقت حين قال ميسي بأنه سيغادر بارشالونا وغاب عن التدريبات كان على الخط نادي مانشستر سيتي من هو الأقرب للضفر بخدمات ليو في السنوات الأخيرة من مصاريه الكروي باريس أم لندن خالد طبعا في مانشستر سيتي كان الحديد حتى مع غوردور بأنه كان يقول أنا أفضل أن يبقى ميسي مرة أخرى هذا الموسم الأخير له مع بارشون هو إشارة أن لا يريد أن يدخل في صراعات مع ناديه السابق ولكن الأقرب برأي الجميع هو باريسانجرمان هناك مؤشرات ليس فقط ليوناردو المدير الفني حينما تحدث عن ليوناردو ميسي تعاقد مع الأرجنتيني الآخر بوشتينو الذي يمكن أن يكون جسرا مؤديا إلى ليونال ميسي ليونال ميسي الذي يمكن أن يكون في باريسانجرمان بناء على تصريحات راموس حينما لمجدد بعد معاري المدير وهو في نفس حالة ميسي صحيح قال حينما سئل من قبل فلورونتينو بيريس قال بأن قالوا له أنهم في باريسانجرمان لديهم مشروع على رأسه ليونال ميسي وسيرخيو راموس هذه مؤشرات تقرب أكثر ليونال ميسي من العاصمة الفرنسية أكثر مما تقربه من منشستر لذلك أن في عالم كرة القدم الذي يستطيع أن يدفع راتب ليونال ميسي سيحظى بخدماته نعم ولكن هل ميسي مشروعه المستقبلي في نهاية مصاره الكروي مادي وأنه بالفعل يريد أن يتوج مرة أخرى بدور الأبطال يريد أن يجاور عناصر من قيمة نيمار يريد أن يلعب في نادي لديه مشروع على المستوى الأوروبي وليس المحلي يريد أن يخل تجربة ربما قد تكون الأنجح لأنه هو الآن في السنة الأخيرة كان يدور في حلقة مفرغة كان كل مرة يعتقد أن برشلون قادر على أن يصل إلى أبعد المحطات في دور الأبطال وأن يرفع الكأس من جديد ربما يؤمن بمشروع باريسانجما مع وجود نيمار كما تفضلت راموس معه شخصيا مع بوشتينو مع ديماريا مع أمبابي هناك أسماء لامعة جدا أي أن المخزون البشري رائع جدا في باريسانجرما مع مدرب متقف وصل إلى نهاية دولة مع توتنام وبوشتينو بإمكان هذا المشروع أن يرم نور خالد بنعم أو لا هل تتخيل برشلونة بلا ميسي في عالم المال ممكن جدا هل كان أحدهم يتخيل رير مغدين من غير كريستيانو روراندو بعد التكنول شكرا جزيلا لك بعد كل هذه المسارات الرائعة لا أحد شكرا جزيلا لك الأمامي خالد ياسين كنت معنا مباشرة عبر الأقمر الإصطناعية من مدينة طنجة شكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية إنما كنتموا إلى اللقاء اشتركوا في القناة